بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طلاب الصف الرابع السلام عليكم بالمحاضرة الثانية من الفصل السادس اللي احنا بالمحاضرة السابقة الاولى اللي اخذنا الوصف المظهري للاسماك العظمية هس اليوم ميجي ناخذ علي من التركيب الداخلي للسمكة العظمية شوفوا شباب حتى اكون واقعي وياكم ما راح اشربت عليكم واشرح لك انه سمكة بمحاضرتين ولا بثلاثة لا راح اخصص لها كل جهاز او جهازين بمحاضرة حسب نوعية الجهاز لان احنا هنا التركيب الداخلي سمكة العظمية يبديل يباوع لي حتى تكون على بيينة يبديل يبنيا شوف خلي اريد فراغي هنا يبديل استاذ انا عندي اجهزة ادي شنو اجهزة ادي اول واحد اللي هو الجهاز الهضمي تركيب الداخلي يبدي باولا الجهاز الهضمي وثاني الجهاز التنفسي وتلاثة الجهاز الابرازي اربعة الجهاز الدوران خمسة الجهاز العضلي ستة الجهاز الهيكلي وسبعة الجهاز العصبي والى اخر ذلني شباب يحتاج لهم بالتفصيل بنصف السنة راح يشوفون الاسئلة كلها من هذا اللي هي من السمكة لانه تلحمها ما داخله انا اكمل لكم لحد السمكة فلازم التابع وتضبط وتخلي اماك ورقة وقلم وهذا الملخص يعني انا قلت لكم راح اني انزله بالقناة بس اريد اكمله كامل حتى تنزل وشنوه وتقرأ عليه صار واضح اتبع عليه نجي شنوه التركيب الداخلي او شي ناخذ الجهاز الهضمي يقول ممن يتألف الجهاز الهضمي في الاسماك العضمية جهاز الهضمي يعني شنوه الجهاز الهضمي يعني من اول ما تاكل اللقمه السمكة الحد ما تطلع كخروج يعني كبراز فهذا الانبوب هو شسمي جهاز هضمي يعني شلون استاذ ما فهمت عليك باوة تعال روح لصبورة حتى اوضح لك انا شنو عندي عندي سمكة عندي سمكة هاي السمكة خوشح شاي راح ابدي الجهاز الهضمي حتى تكون من حلق السمكة لحد ما ينتهي بمن بالمخرج يعني اللقمه الطب من النانا تطلع بمن عن طريق فتحة الشرج اللي هي بالمخرج صار واضح فهذا هو جهاز كل جهاز هضمي راح اخذ مكوناته نجح على اول شغلة اللي هو شنو تعال خلينا مسح ذني شوف واحدة وحدة مكونات الجهاز الهضمي يقول استاذ يبتتأ الجهاز الهضمي بمن بالفم الذي يكون طرفيا في الاسماك العظمية وتحاط عادة فتحة الفم بشفاه بارزة يعني اول ما يبدي عدي انه الجهاز الهضمي يبدي بمن بالفم تمام والفم محاط بمن بشفاه بارزة زيل نجي اوكي واحدة استاذ نجي نكتبها هنا هذا الفم عزا احنا خلي شوي نمسح لكم هذا شنوه الفم مال من مال السمتة راح اخذكم هيا باللون الاحمر السمتة هنا مسوي بوتكس تمام لانه يقول طرفي يقول تبدأ اول اول نقطة عدي من الجهاز الهضمي تبدأ بمن بالفم بمن بالفم هو شح شاية وعندي انا هذا تجويف الفمي هذا شنوه التجويف الفمي التجويف الفمي يكون طرفيا فيها الاسماك العظمية زين هاي اول شي شنوه الفم يكون طرفيا بالاسماك العظمية يقول تحاط عادة فتحت الفم بمن بشفاه بارزة شفنا شفاه البارزة شون صار يقول يحوي الجوف الفمي ها شنوك الجوف الفمي غددا ذات افراز مخاطي باو حسنت تفتح حلقك هاي الاثنان واللسان ما انتك صار اوين بالجوف الفمي بس الجوف الفمي ما لسمك اشي حتوي غددا ذات افراز مخاطي تعال نجحنا هذا شوفوا الجوف الفمي اش بي بي غددا ذات افراز مخاطي نطيها هذا اللون غددا شنوه ذات افراز مخاطي هاي غددا ذات افراز شنوه مخاطي خلى اشترها غددا ذات افراز شنوه مخاطي يقول يحوي يحوي الجوف الفمي يحوي الجوف الفمي على غدى الذات افراز مخاطي نرجع على الملزمة نجي على اللسان اللسان في الأسماك العظمية بدائي لا ميزة اللسان في الأسماك العظمية بدائي يعني صغير ويتمثل بطية لحمية تنمو من قاع الفم ويكون محدود الحركة وقد يحمل حليمات صغيرة وربما أسنان في بعض الأنوار شنو يعني أستاذ هسا نجي اللسان مادة سمكة اللسان مادة سمكة هسا طلع لسانك إت رح شوف تقدر لسانك أنه يتحرك يمنع يسرع زين اللسان مادة سمكة مين ينمو ينمو من طي يعني من قاع الفم يعني من قاع تجويف الفم ويكون طي لحمية بدائي صغير هسا طلع لسانك حقيقي هو نقدر نقول تقريبا شبه الماء لدور بالأسماك فيكون شنو بدائي صغير صار واضح فيقول الفم في الأسماك العظمية يكون بدائيا يكون شنو بدائيا زين وينمو أو بشكل طي لحمية وانتظهر في قاع الفم ولو بيشغل طي لو بيحليمات اش قائل لي يو يحب الحليمات الصغيرة وربما أسنان تخيل لسانك بحليمات ما التذوق أو شنو أسنان في بعض الأنوار تعال استاذ وضح لي على الملزمة تخلنا ألغى هاي ونروح هنا اللسان هادا راح أطيه غير لون اللسان تبع عليه هادا اللسان شكل شنو طي لحمية باوا طي هاي طي صغيرة اش بيه هادا اللسان لو بي أسنان بي أسنان باوا ما عرف واضحة يمك أو لا بي شنو بي أسنان زين أو بي شنو خليمات بس باوا من ينمو من قاع الفم هذا خلصنا من من اللسان يقول للأسماك العظمية النقطة الخامسة للأسماك العظمية في الغالب أسنان ذات ارتباط طرفي حيث لا يوجد أسناخ للارتباط شنو يعني يقول عدها شنو في الغالب أسنان ذات ارتباط طرفي وين الصير هاي بالأسماك العظمية الصير بحلق السمتة هنا بالك وياك نجعل رسم تتعلم كل وحدة نرسم لها في هذا الرسم معين هنا أنا أكو شنو أسنان يعني شون راح أرسم لك ياها هاي شنو أسنان مال السمكة العظمية يقول لغالب الأسماك العظمية أسنان ذات ارتباط طرفي يعني بالبداية زين وليس لها أسناخ الأسناخ شنو مقصود بيها يعني أنه صير عظمة دائر مدائر السن يسمو الأسناخ صار واضح فما قلها هاي أسناخ زين نجي يقول عرفوا النسان في الأسماك العظمية هذا مهم تعالوا خلينا عرفه تبع عليه نجعل الأسئلة نجعل يمن هاي شنو ورحت نجعل الأسئلة تعالوا يقول عرف اللسان أردى عرف هذا اللسان في الأسماك العظمية أو ما هي صفات اللسان في الأسماك العظمية أستاذ شوف يؤدي الجوف الفمي إلى العفو شنو هاي يؤدي هنا اللسان في الأسماك العظمية هذا التعريف ماتته يقول اللسان في الأسماك العظمية بداي ويتمثل بطية لحمية تنمو من قاع الفم ويكون محدود الحركة وقد يحمل حليمات صغيرة وربما أسنان في بعض الأنواع للأسماك العظمية وفي الغالب للأسماك العظمية شنو أسنان ذات ارتباط طرفه حيث تلاقي يوجد أسناخ للارتباط هاي تقدر تذكرها وين اللسان وتقدر شنوها يعني كلها النقطة الخامسة تقدر ما تذكرها صار واضح؟ فوصلنا إياكم هالسائل من؟ الان تبع عليه يقول يؤدي الجوف الفمي إلى البلعوم يقول عرف البلعوم في الأسماك العظمية يقول هو الذي يكون بشكل تركيب متسع توجد على جانبيه شنوها الرجهات الخيشومية وقد يحول البلعوم في عائلة الشبوطيات يعني سمت الشبوط أسنان بلعومية تساعد في تقطيع الطعام يقول هو الذي يكون بشكل تركيب متسع وين يوجد تركيب متسع يعني البلعوم في موراما يقول يؤدي الجوف الفمي إلى البلعوم هذا هذا البلعوم هذا الفم وهذا من هو البلعوم سلعوم زي نيجي على البلعوم هذا هذا الجوف الفمي رح يؤدي شوف إلى تركيب متسع شو اسمه اسمه البلعوم رح يؤدي وين إلى البلعوم هذا من هو البلعوم خوش حتاية البلعوم قد يحتوي على أسنان يحتوي عليه من على أسنان سموها الأسنان البلعومية هاي شو سوي الأسنان شباب هاي الأسنان بالكوياي تعمل على تقطيع الطعام ويوجد على جانبي البلعوم يعني مننا ومننا شنوها يسموها الردهات الخيشومية الردهات شنوها الخيشومية هاي هنا صيرتها ما الخياشين يسموها الردهات الخيشومية الردهات الخيشومية سؤال ما موقع الردهات الخيشومية وين موقع الردهات الخيشومية تقول السادة على جانبي البلعوم. تعال نكتبها. سؤال ما موقع الرتهات الخيشومية. تقول استاذ الجواب على جانبي البلعوم. صار واضح? يعني موقع الرتهات الخيشومية على جانبي البلعوم. زيل. خلصنا منعتها نرجع للنقطة اللي يبعتها. زيل. يقول ما موقعه وظيفة الاسنان البلعومية. الموقع مالته بمن في بلعوم الشبوطيات. هنا انا اكتب لي بلعوم الشبوطيات. بلعوم الشبوطيات. مو تقلي بس بالبلعوم. يطيق غلط. لازم اقول وين بلعوم الشبوطيات. وظيفة تساعد في تقطيع الطعام. زيل. يتصل البلعوم. هسه خلصنا الفم. وشنو ملحقاته. خلصنا البلعوم وشنو عدى بيمه الحقات. نجعل يمن انه هسه ورا البلعوم. شنو اللي راح يصير. يقول استاذ البلعوم يتصل بمن بالمرأ. زيل. شنو المرأ? شوف يقول المرأ في الاسماك العظمية. يكون قصيرا في الاسماك. وحاويا على طيات طويلة في الغالب. تساعد على ابتلاع كمية اكبر من الطعام. حلو. المرأ هنا يصير شباب. احنا هنا يصير. نجي نرسمه. باوة. هذا سلبة العوم. نجي المرأ شو يقول يقول بي طيات. ناخذ له هذا اللون. اش بيه؟ هذا المرأ. اش بيه؟ بي طيات. هذا شنوه؟ المرأ. استاذ المرأ يتصل بمن بالبلعوم. زيل. ليش المرأ استاذ بيه طيات ليبتلع اكبر كمية من الطعام. زيل. خلصنا من المرأ. خلنشوف باشي انو عندي بالملزمة. تعال. يقول هو الذي يكون قصيرا في الاسماك وحاول على طيات طويلة في الغالب. زيل. تساعد على ابتلاع كميات اكبر من الطعام. هذا خلصنا من من البلعوم. العفو المرأ. يقول المرأ في الاسماك العظمية يحتوي على طيات طويلة. ليش. تقول استاذ. لو تساعد على ابتلاع كمية اكبر من الطعام. حتى تساعد شنوه ابتلاع كمية اكبر من 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 الطعام. زيل. يقول ما هي اشكال المعدة. هس وانو وصلنا للمعدة اللي هي. ورا المرأ. هس احنا موعدنا باون. هس حتى يعني دائما نتذكر الانسان. ايش عنده بالفداية يبدأ انه الجهاز الهضمي بي من بالفم. النوب وراه من هو البلعوم. البلعوم وش بيه بأسنان ولسان. صح لولا. النوب وراه من عندك. عف التجويف الفمي. النوب وراه عندك البلعوم. يعني اللسان والان غلطت. اللسان والأسنان موجودة وين بالتجويف الفمي. صح لو لا. النوب نجع على البلعوم. اللي يحتوي على جانبه شنوى الردهات الخيشومية. زيل. النوب اللي بيطيات. يكون قصير بس بيطيات ليش حتى يبتلع اكبر كمية من الطعام. وراها اكيد المعدة. شوف يقول المعدة في الاسماك العظمية متباينة. يعني مختلفة. ما هي اشكال المعدة في الاسماك العظمية. يقول الساد مختلفة متباينة. يقول تكون بشكل انبوبو وقد تتخذ شكلا دورقيا. دورق ما سامعين بالدورق? زيل. في بعض الانواع. وتكون على شكل قانصة عضلية سمكية كما هو الحال في السمكة الخشني اللي هو شسميه ابو خريزة. تعال هنا نصار عندي سؤال. عندك الاسماك شوف وبصورة عامة. انه متباينة. اما تكون بشكل دورق. هذا الدورقي شي صير. شكل شنوى هذا? شكل دورقي. تمام? شكل شنوى? دورق. زيل. او تكون على شكل شنوى κάنصة عضلية? قانصة عضلية يعني شنوى هي تشصائرها بس شنوى متروسة? عضلات. بها عضلات. زين. اذا جبتلك مثل السمكة. مثل لسمكة. معدتها او المعدة فيها بشكل شنوى? قانصة عضلية نطيني مثال سمكة قلت أستاذ عنده من هو الخشني أبو خريزة الزور إحنا سميه صار واضح هذا اللي هو شيء يعتبر أنه المعدة مالتة بشكل شنو قانصة عضلية قوية أو سميكة صار واضح فهذا صار عنده نوع من شكل المعدة عنده الشكل الدورقي تمام وعنده شنو الشكل القانصة اللي هو يكون عضلي كما فيه إنه شنو أسماك الخشني أبو خريزة زين يقول بماذا تتميز المعدة في الأسماك العظمية يقول تتميز المعدة إلى جزء فؤادي وآخر بوابي شوف إحنا حتى أقسم لك لازم أرجع لك وين على الرسم تبع عليه أرجع لك على الرسم هس إحنا أدي هذا فرضا خلينا أخذ هذا شكل المعدة هذا شنو شكل المعدة هاي من هو المعدة خلينا مسح هذا السؤال هنا حتى أكمل هاي من هو المعدة تمام المعدة بيها شنو جزء فؤادي وآخر بوابي هذا الجزء شوفوا الهناني الطكياب اللون الأخضر شوف هذا شنو هذا سميه فؤادي جزء شنو فؤادي وهذا الجزء لهذا اللون الأصفر خليه أسوي لك يا هذا شنو جزء بوابي شوف المعدة تتمثل بي من بجزعين جزء فؤادي وجزء بوابي جزء الفؤادي يربط شنو المرأ بي من بالمعدة زيب الجزء البوابي يربط من هو يربط المعدة راح يصير عند وراها شنو الأمعاء انتبع عليه تعالي خلي نروح نكمل شوف يقول تتميز المعدة إلى جزء فؤادي وآخر بوابي وفي الغالب يكون الجزء البوابي مختزلا في الأسماك العظمية وقد يوجد في العديد من الأسماك عند منطقة اتصال الجزء البوابي المعدة مع الأمعاء شوف عددا من البروزات يعني منطقة اتصال الجزء البوابي بالأمعاء يوجد عدد من البروزات الأنبوبية الأعوارية تسمى بالأعاور البوابية ويتراوح عددها من 1 إلى 200 في الأنواع المختلفة من الأسماك العظمية استعد ما افتهمت باو هنا أنا شنو اللي عندي راح يصير ورا السمتة راح يصير عندي أمعاء هذا هنا أمعاء تمام شكوا هنا بالأمعاء شوف راح أسوي لك آه شفت رسم شو ما كان يعني بس للتوضيح شوف هذا نختار لون أسود هذا شوف الجزء البوابي من المعدة شي يكون مختزل شي يكون مختزل بالأسباك العظمية يعني شوفه المختزل يعني شنو يعني بنعمل ماكو بس يحتوي عديد من البروزات بعديد من البروزات يتراوح عددها من 1 إلى 200 تمام هاي البروزات راح تسميها البروزات شنو الأعوارية ما موقع البروزات الأعوارية ما موقع البروزات الأعوارية يقولي أستاذ منطقة شنو اتصال الجزء البوابي بمن بالأمعاء في منطقة اتصال الجزء البوابي بالأمعاء زين نرجع نكمل زين عرف العاور البوابية يقولي أستاذ هي بروزات أمبوبية أعوارية توجد في العديد من الأسماك العظمية شوف هي بروزات أمبوبية يعني شكلها شون البواري أعوارية يعني ليش سموها أعوارية هسا راح نعرف ليش يقول عند منطقة اتصال الجزء البوابي المعدمع مع الأمعاء يتراوح عددها من 1 إلى 200 في الأنواع المختلفة من الأسماك زين ليش سميناها بالأعاور البوابية ليش سميناها أستاذ لأنها توجد عند منطقة اتصال الجزء البوابي للمعدمع شوف هي بروزات صح له على شكل أمبوب بس يش سميتها بهذا الاسم من يقولي أستاذ لأنها توجد عند منطقة شوف عند منطقة اتصال الجزء البوابي زين للمعدمع مع الأمعاء ولأنها مغلقة في أحد نهاياتها يعني شنو أستاذ ما فهمت اوكي باود أنا معندي هاي سمشة وإهنان شوي هذا مكان جبير هذا مو عند يسمشة إهنان الفم نوب البلعوم نوب المرء وصلنا المن للمعدة هذا الجزء الفؤادي وهذا الجزء البوابي رح تلقى شنو هاي هنان الأمعاء هذا الجزء البوابي رح تلقى بيه بروزات أصبعية بروزات شنو أصبعية بس نهاياتها شنو شتكون مغلقة النهاية شي تكون مالتها مغلقة النهاية مالتها شي تكون مغلقة فلذلك سميناها يعني مثل ما واحد فاتح عين وغالق عين زيان؟ إحنا يعني نسمي كريم العين إحنا بس بمصطلح إحنا يسموه أعوار زيان؟ إحنا شنو هو المقصود بكلمة الأعوار؟ يعني إنه أكو جزء مفتوح وجزء مغلق جزء مفتوح وجزء مغلق فالأعوار البوابية بيها جزء مفتوح زيان؟ وجزء شنو هو مغلق صار واضح؟ زيان يقول كيف تتكون الأمعار في الأسماك العظمية؟ هسا وصلنا كمننا المعدة بها جزء فؤادي ما حاتينا عليه وجزء شنو بوابي اللي يكون أصلا مختزل يقول تكون في الغالب هسا نجعل الأمعار تكون في الغالب طويلة وملتفة ويصعب التمييز بين الأمعار الدقيقة والأمعار الغليظة في كثير من الأنواع إلا هنا قد يوجد في بعض الأنواع صمام يفصل الأمعار الدقيقة عن الغليظة وتكون الأخيرة يقصد شنو هو الغليظة في الغالب قصيرة وتنتهي بفتحة المخرج هسا وصلنا للأمعار شوف هاي الأمعار هاي الأمعار أول شي هاي الأمعار قدامي شنو هو دقيقة هاي أمعار شنو هو دقيقة أمعار دقيقة شوف هاي الأمعار الغليظة تنتهي بفتحة المخرج زين استاذ بس نصعود أميز بيناتها راح ألقى هنا شنو هو صمام هذا شنو هو صمام هاي مو حمام صمام صمام شي سوي يفصل الأمعار الدقيقة عن الغليظة هاي شنو هو أمعار غليظة حدد المسؤول عن فصل الأمعار الدقيقة عن الأمعار الغليظة تقول لي شنو هو الصمام زين الأمعار الغليظة تبدأ من الصمام وتنتهي بمن بفتحة هنا أنا فتحة شنو هو الشرط أو فتحة المخرج فتحة المخرج صار واضح هذا بالنسبة للجهاز الهضمي بصورة عامة زين نجي الجهاز الهضمي أكيد بغدد وبتفاصيل ترى ما خلصت احنا هاي بعد ما نحتاجها الرسم طبعا هذا للحفظ لازم تحفظه ترسم لك سمتة بها الفم وتفاصيلها تمام زين يقول ما هي الغدد الهضمية الملحقة بالقناة العظمية بالقناة الهضمية شنو القناة العظمية شنو الغدد احنا اه اوكي استاذ كمنا القناة الهضمية بدين عبها من الفم لحد ما وصلنا لمن الفتحة المخرج صح لو لا زين اكو غدد وياها ايه اكو يقول هي الكبد والبنكرياس ما هي الغدد الهضمية الملحقة؟ الكبد والبنكرياس نجي على أول شيء الكبد يقول يكون الكبد في الأسماك العظمية مفصصا في الغالب ويكون الفص الأيسر أكبر من الفص الأيمن ويستقر فيه كيس الصفراء الذي تفتح قناته اللي هوسمه قناة الصفراوية في الجزء الأمامي من العمعات الدقيقة والمتمثل بالاثنى عشر سالكيش ما افتهمت أوضح لك ياها بصورة أسهل أعيد لك ياها وشوف شون رح أفهمك يقول يابا الكبد في الأسماك العظمية مفصص على شكل شنوه؟ فصين الفص الأيسر أكبر من الفص الأيمن تمام؟ بالفص الأيسر إش موجود؟ أكو كيس أصفر يسمونه الكيس الصفراء الذي تفتح قناته بقناة تفتحهن في الجزء الأمامي من الأمعات الدقيقة ومتمثل بمن بالاثنى عشر هاا أستاذ بيها مجال توضح لي؟ شوف رح أوضح لك في الشغلة وانا هذا الكبد فرضا هسيحنا خلينا مسح هاي بس شوية رح أكبر لك الرسم لا هاي عدي شنوه؟ لا معاه الدقيقة صح له لا هاي البداية مالتي شوف الكبد شي يقلك شباب يقلي بيفصين هذا رح أرسم على اتجاهات إيدي هذا الفص الأيمن وهذا الفص الأيسر أوكي؟ هذا من هو الكبد بيفص أيمن وفص أيسر الفص الأيسر تستقر بي شنوه؟ القناة الصفراوية أو العفو كيس الصفراوية هذا شنوه؟ كيس الصفراوية وين يستقر في الفص؟ هذا شسمه؟ خلي أرجع لك شوي أكتب لك هذا الفص أيسر وهذا los أيمن صح له لا باوا الفص الأيمن أكبر من الفص الأيسر أو أنا سأقلت بالعكس لو عفو الفص الأيسر أكبر من الفص الأيمن لأننا اتفقنا هذا فص شنوه؟ أيمن باتجاه إيدي وهذا فص أيسر الفص الأيسر أكبر من الفص الأيمن وتستقر في شنوه؟ كيس الصفراء كيس الصفراء تفتح في الجزء الأمامي شوف راح تفتح هيك بالجزء الأمامي المن للقناة للأمعاء الدقيقة شوف فتحة آه استاذ يعني هاي كيس الصفراء وين راح تصب راح تصب بيمن بالأمعاء الدقيقة بس شي يقول يقول هذا شي اسمه هذا شوفوا هاي اللي يفتح سموه الاثنى عشري صار واضح هذا اللي هو الكبد الفص الأيسر أكبر من الفص الأيمن وبالفص الأيسر يستقر الكيس الصفراء الذي تفتح في المقدمة الأمامية لأمعاء الدقيقة بواسطة الاثنى عشري ها هي خلص ما عندي شي بعد به زين شوف بعدها ها ها بعد شتري دا شرح لك مستحيل ان تلقى مثل هذا الشرح البنكرياس يقول يتمثل بنكرياس في الأسماك العظمية في الغالب بنسيج بنكرياسي منتشر ضمن الكبد ها ها ستال شنو يعني يعني انو موجود هذا بالكبد اي هس احنا خذنا الكبد انو بنتجي نلقى شنوه البنكرياس ضمن الكبد او الأخشية المرتبطة في جدار الأمعاء يصعب التمييز حدوده هنا البنكرياس باوع لي طلع لك الرسم هنا يكون منتشر بشكل شنوه نسيج البنكرياس ما اقدر اميز حدوده حتى بالأمعاء صاير منتشر نسيج منقال نسيج يعني مجموعة من الخلايا راح تاخدوها وهذا الموضوع بصف السادس ان شاء الله الاعدادي بماذا يتميز البنكرياس في الأسماك العظمية او يصعب تمييز البنكرياس في الأسماك العظمية تقول استاذ يتمثل بنكرياس يقولك بماذا يتميز تقول استاذ او بماذا يتمثل يتميز بمن في الغالب بنسيج بنكرياس يمنتشر شنو ضمن الكبد او الأخشية المرتبطة بجدارنا معاه ويصعب تمييز شنوه حدوده يقول بماذا يتميز البنكرياس في الأسماك العظمية او يصعب تمييز البنكرياس في الاسماك العظمية ليش لانه منتشر ضمن الكبد والاخشية المرتبطة بيمن بجدار الامعة زين على ماذا تتغذى الاسماك العظمية شوف ها اخر شي بعد ادب المحاضرة يقول على ماذا تتغذى الاسماك العظمية استاذ على ما هو متوفر في المحيط البيئي يعني بالماء اللي تعيش به زين ان معظم الاسماك تكون لاحمة اي تتغذى على الطعام الحيواني المتمثل بيمن بالهائمات الحيوانية ويرقات الحشرات زين وانواع اللافقريات المائية وحتى الفقريات يقول مجموعة اخرى من الاسماك ذات تغذية نباتية يصار عدي نوعين من الاسماك تتغذى على اللحوم مثل الهائمات الحيوانية او على الفقريات واللافقريات تمام مجموعة من الاسماك تتغذى شين على النباتات حيث تتغذى عليمن اكيد على الطحالب والاحشاب والمجموعة الثاتة تكون متنوعة التغذية قارتة يعني شنو كلمة قارتة يعني تتغذى على النباتات والحيوانات يعني ذات تغذية حيوانية وذات تغذية نباتية فصار عدي شنوى الأسماك ثلاثة أنواع طريقة تغذية يقول قسم أنواع الأسماك حسب تغذيتها يقول أستاذ أسماك ذات تغذية حيوانية وأسماك ذات تغذية نباتية وأسماك شنوى وأسماك قارتة تتغذى على النباتات والحيوانات خلصت محاضرة وياكم وتعالوا للمحاضرة الثالثة في أمان الله وحفظه